موسيقى اهلا بكم الى الاخبار من الميادين وفي عنوينها كييف تريد عقد قمة سلام مشروطة في الامم المتحدة جوتيريش يرحب وموسكو تؤكد رفضها التفاوض بناء على شروط الاخرين مع تصاعد التوتر مع كوسوفو الرئيس الصربي يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع الوحدات الخاصة الى اعلى مستوى عرين الأسود تستهدف معسكر الاحتلال وحاجزه في بلدة حوارة والفلسطينيون يغلقون طريق حاجز قلندية قبيل مسيرة الخلود اليوم تضامنا مع عائلة الشهيد أبو حمير موسيقى مع تلويح الحكومة بوضع صعب العام المقبل الطبوب يحذر من احتلال المحتجين شوارع تونس رفضا لميزانية التقشف موسيقى بداية النشرة مع آخر التطورات بشأن الحرب في أوكرانيا موسيقى قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبة أن بلاده ترغب في عقد قمة سلام بحلول نهاية شهر شباط فبراير في الأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو جوتيريش وفي مقابلة مع وكالة سيشياتي بريس قال كوليبة أن كل حرب تنتهي بحسب النتيجة المحققة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات وأشار في الوقت نفسه إلى أنه ينبغي على روسيا حضور هذه القمة لكن بعد محاكمتها دوليا وفق تعبيره فكرة معادلة السلام ذات شقين من ناحية عدم السماح لروسيا بالتلاعب بقضية السلام لأنهم يقولون بانتظام إنهم مستعدون للمفاوضات وهذا غير صحيح لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك إنهم لا يسعون إلى السلام كوليبة قال أن كل الحرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات وأكد أن بلاده ستسعى لأن يكون العام المقبل عام انتصار أوكرانيا كل شيء يشمل القرم سنفعل كل ما في وسعنا لجعل العام المقبل عام انتصار أوكرانيا وهذا الانتصار يعني الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا لن نتفاوض على أي مربع أو سنتيمتر من أرضنا هذا أبعد من المفاوضات جوتريش أبدى استعداده للتوسط في قضية قمة السلام التي تدعو إليها أوكرانيا واشترط موافقة جميع الأطراف عليها بما في ذلك روسيا وفي أول تعليق روسي على الدعوة الأوكرانية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين وقال أن موسكو تنطلق دائما من شروطها وتلتزم بأهدافها الخاصة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن الوضع على الخطوط الأمامية في باخموت وكريمينا في منطقة دومباس صعب ومؤلم وفي كلمة له رأى زيلنسكي أن الأمر يتطلب أكبر قدرا من القوة والتركيز باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دومباس تتطلب الآن أقصى قدرا من القوة والتركيز الوضع هناك صعب ومؤلم يستخدم المحتلون جميع الموارد المتاحة لهم لتحقيق بعض التقدم وأشكر كل أولادنا الذين يقفون في مواقعهم أقوياء لن نضيع الوقت سننفذ بسرعة كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن في أسرع وقت ممكن زيلنسكي قال أنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ودعاه إلى بثل الهند جهودا لإنهاء الحرب في أوكرانيا اليوم تحدثت مع رئيس وزراء الهند في العام المقبل ستكون الهند هي التي ستترأس مجموعة العشرين تمنيت للسيد مودي رئاسة مثمرة يمكن للهند أن تكون أكثر نشاطا في الجهود المبدولة لإنهاء العدوان لذا آمل أن نتمكن من القيام بالمزيد معا من أجل الاستقرار العالمي في العام المقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر من أن التدخل الأمريكي في شؤون كثير من الدول دفعها إلى حفة الهاوية الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي سيتعين عليه حين ذاك تفاوض بصرف النظر عن رغبته في ذلك ما نراه الآن من المحاولات الأمريكية للضغط على جميع الدول لاتخاذ موقف ضد روسيا والانضمام إلى العقوبات ضدها يجسد تنبؤات فرانسيس فوكوياما بنهاية التاريخ لكن التاريخ لا ينتهي ما من نهاية للتاريخ الذي يتجه موضوعيا نحو عالم متعدد القطب عزم روسي على النصر والتفوق العسكري لكسر عزمة حلف الأطلسي بعد تمكن الجيش الأوكراني من إصابة قاعدة إنجليز الجوية في عمق الأراضي الروسية بطائرات مسيرة سلام العبيدي مرة أخرى تستخدم أوكرانيا مسيرات بعيدة المدى يعتقد أنها سوفيتية الصنع من طراز تو 141 صممت في نهاية سبعينيات القرن الماضي لغرض الاستطلاع في أعماق تكتيكية تصل إلى ألف كيلومتر طورها الأمريكيون لتحقيق دقة ملاحية أفضل ولتمكينها من حمل ذخيرة حربية هذا ما استنتجه خبراء روس متخصصون في قضايا التسلح اعتمادا على تسريبات استخبارية وبالتالي ليس صعبا على هذه المسيرات أن تصل إلى قاعدة إنجليز الجوية لكن السؤال لما لم تعترضها الدفاعات الجوية الروسية إلا بعد أن أوشكت أن تصيب الهدف الرئيس الروسي والقائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين نفسه أجاب عن هذا السؤال عندما اعترف بوجود بعض الثغرات في تزويد الجيش بكل ما يحتاجه من عتاد ومعدات مؤكدا في الوقت نفسه أن وتائر التصنيع العسكري تنمو تصاعديا لسد هذه الثغرات وتحقيق النصر العسكري فالعزم على النصر العسكري بالنسبة لروسيا هو بمثابة كسر لعزيمة الخصم الأطلسي وإحباط لمخططاته التي تهدف إلى أضعاف روسيا وتفتيتها وتحجيم دورها على الساحة الدولية سواء عن طريق إشعال حروب في محيطها الحيوي التاريخي وصولا إلى أراضيها أو من خلال خنقها اقتصاديا بالعقوبات غير المسبوقة لكن في موسكو لا يتنبؤون بكم من الوقت ستستمر المواجهة مع الغرب الأطلسي لكنهم يرون أن الخصم نفسه سيضطر للتراجع عن الدعم العسكري غير المحدود لأوكرانيا بعد نضوب قدراته الاقتصادية على مواصلة هذا الدعم فمخازن السلاح في أوكرانيا غدت خاوية عمليا والمصير نفسه قد ينتظر مخازن سلاح دول الناتو أمر الرئيس الصربي إليكساندر فوتشيش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع وحدات الشرطة الخاصة إلى أعلى مستوى وقال أن الهدف من القرار هو حماية وحدة أراضي صربيا وسيادتها وحماية جميع مواطنيها ومنع الإرهاب ضد الصرب أينما كانوا ويأتي هذا الإجراء عقب إرسال فوتشيش قائد جيشه إلى الحدود مع كوسفو مع استمرار تدهور العلاقات بين الجانبين أوسط مخاوف من الإنجرار إلى صراع مسلح نشرت وزارة الدفاع الصينية مشاهد للمناورات القتالية التي أجراها الجيش الصيني قرب تايوان ردا على استفزازات غير محددة والتواطئ بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي على حد قول الوزارة وأظهرت بيانات وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الأخيرة هي الأكبر منذ أن بدأت الوزارة بإصدار إحصاءات يومية افتتح زعيم الكوري الشمالي كيم جونغونج اجتماعا مهما لحزب العمال الحاكم وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نكيم قدم تقريرا مفصلا يستعرض فيه كيف نقوة البلاد ازدادت بشكل لافت في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وأضاف أن التقرير حدد الأهداف الرئيسية للعام المقبل في القطاعات الرئيسية وقد وافق المشاركون على خمسة بنود كبيرة على جدول الأعمال بما في ذلك مراجعة تنفيذ السياسات الرئيسية والميزانية أعلنت مجموعة عرين الأسود استهداف معسكر الاحتلال وحاجزه في بلدة حوارة بصليات من الرصاص وأكدت انسحاب مقاتليها سالمين واستهدف مقاومون فلسطينيون نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة دوليفو قرب محافظة رامالله كما أكدت مصادر محلية أن المقاومين استهدفوا النقطة العسكرية بعبوة ناسفة محلية الصنع ومن المقرر اليوم تنطلق مسيرة بدعوة من والدة الشهيد ناصر أبو حميد للمطالبة بتسليم جثمان نجلها حيث ستنطلق من مخيم الأمعار نحو حاجز قلندية شمال القدس المحتلة وفجر اليوم أغلق شبان فلسطينيون غاضبون طريق حاجز قلندية تضامنا مع عائلة الشهيد هذا وحذرت الفصائل الفلسطينية الاحتلالة من مغبة تمرير القرار العنصرية الداعي إلى إعدام الأسرة وخلال وقفة احتجاج في قطاع غزة حملت الفصائل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تبعات السياسات العدوانية بحق الأسرة بما فيها احتجاز جثامين الشهداء بينهم الأسير الشهيد ناصر أبو حميد ولن يحصل أي مكروه لأي أسير إن شاء الله الحركة الوطنية الأسيرة أكثر قوة الآن وهم مستعدون جميعهم للشهادة وأن المقاومة الفلسطينية هي جاهزة للرد على أي مكروه لأي أسير يحصل له في داخل سجون الاحتلال وكل السيناريوهات ستكون مفتوحة لدى الشعب الفلسطيني سيحرق الأخضر واليابس إذا مس أو إذا أعدم أي أسير بهذا القانون وأيضا على أبناء شعبنا الفلسطينية تكون جاهزة لتصدي لهذا القانون وأن تعمل على التواصل مع كل المجتمع الدولي من خلال مصالة التواصل والاجتماعي حتى نعمل على إيصال صوتنا والسنكارا لهذا القانون وكل قضايا الشعب الفلسطيني مع كل أحرار العالم وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية العدو الصعيوني يحتجز حتى الآن 370 جثة لأبناء شعبنا الفلسطيني و11 سهيد من الحركة الوطنية الأسيرة أعلن جيش الاحتلال أنه سيبدأ اليوم مناورة عسكرية في غلاف غزة المتحدث باسم جيش الاحتلال قال أن جميع القوات العسكرية الإسرائيلية ستشاركوا في المناورة المخطط لها مسبقا ولفت إلى أن المناورة ستستمر حتى يوم الأربعاء هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائر لبيدا الحكومة المستقبلية على خلفية تصريحات بعض أعضائها بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية لبيد قال في مستهل جلسة كتلته هناك مستقبل إنه يرى أضعف رئيس حكومة على الإطلاق وحكومة الفوضى في إشارة إلى الحكومة المقبلة ووصفها بحكومة الجنون المطلق كما أكد أنه ليس لدى كتلته النية بالتنحي جانبا فيما تفكك الحكومة الجديدة إسرائيل من الداخل بحسب تعبيره أكد القيادي في جمعية الوفاق البحرينية علي الأسود للميادين أن إسرائيل لا يمكن أن تجد موطئ قدم للتطبيع الشعبي في البحرين وأضاف أنه لو جرى استطلاع في دول الخليج لكان رفض التطبيع هو الغالب خروج التظاهر في العاصمة التي تشيرون إليها اليوم هو بداية لحراك شعبي أكثر ونشجع ونقول بصوت واضح أننا مع الحراك السلمي الرافض لعملية التطبيع الصوري ولعملية التطبيع الحكومي أو الرسمي هو ما نشيد به أيضا في جمعية الوفاق وهو ما نتحدث عنه في كل المناسبات أننا مع هذا الحراك السلمي الرافض لفكرة التطبيع مع الصهاينة على وقع استمرار حملة التحريض الإسرائيلية ضد إيران برز القلق الإسرائيلي من التقارب الروسي الإيراني لا سيما في المجال العسكري لكونه يحمل بحسب رئيس الموساد تبعات أمنية خطيرة على إسرائيل منال إسماعيل والتفاصيل إيران الحاضرة الأبرز على طاولة صناع القرار في إسرائيل بات يحضر معها القلق الإسرائيلي من التقارب الآخذ بالتعزز أخيرا بين موسكو وتهران ولا سيما في المجال العسكري تقارب عده محللون سيئا جدا لإسرائيل لكونه يحمل دلالات وتبعات استراتيجية عديدة تزويد روسيا إيران بطائرات سوخوي 35 أمر سيء جدا بالنسبة إلينا وهذا يبين أن التحالف بين روسيا وإيران وثيق ما يعني أن كل المنظومة الجيوستراتيجية حين كان نتنياهو رئيس حكومة قبل سنة ونصف تغيرت تماما ليس هناك دول عظمى ولا يمكن الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران وهناك حلف وثيق بين إيران وروسيا إلى جانب الخشية الإسرائيلية من خطورة تبادل الخبرات العسكرية بين إيران وروسيا حذرت مصادر إسرائيلية جهات غربية من أن موسكو قد تساعد تهران في برنامجها النووي في إطار الحلف الوثيق بينهما إيران وروسيا ترتبطان بصورة تقلق الجهات في إسرائيل وفي الأسبوع الأخيرة حذرت جهات إسرائيلية في محادثة مع جهات غربية من أن الخشة الكبيرة في إسرائيل هي من أن روسيا سوف تساعد إيران في برنامجها النووي أي أن المساعدة لن تكون عسكرية عادية فحسب أو نقل أسلحة معينة إنما مساعدة فعلية في البرنامج النووي الإيراني وفي موازات ذلك تستمر حملة التحريد الإسرائيلية ضد إيران على قاعدة التحذير من المقابل الذي ستحصل عليه إيران مقابل مساعدتها روسيا في الحرب في أوكرانيا في ظل وجود مقرابتين إسرائيليتين للتقارب الإيراني الروسي الأولى يقودها رئيس الموساد دافيد بارنيع تقول إن التعاون العميق بين موسكو وتهران ستكون له تبعات مباشرة على أمن إسرائيل فيما تقود شعبة الاستخبارات العسكرية المقاربة الثانية التي تقول إن التعاون بين روسيا وإيران يأتي ضمن مقاربة الأعمال وحسب إلى إيران التي رفضت اتهامات السلطات الأوكرانية بشأن قيام إيران بإرسال المسايرات والسلاح إلى روسيا المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي نبه كييف من أن إلساق الاتهامات لا يساعد الشعب الأوكراني وجدد تأكيد استعداد بلاده للمساعدة في حل الأزمة وإرساء السلام هناك ننفي اتهامات المسؤولين الأوكرانيين ونؤكد أنها لن تختم الشعب الأوكراني وقاضته سبق أن أوضحنا مرارا أننا لسنا جزءا من الحرب على أوكرانيا ولا نزود أي طرف بالأسلحة بل نحن مستعدون للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية وتعزيز السلام في أوكرانيا لغة التهديد التي يتحدث بها بعض المسؤولين في كييف تنمو عن عدم المسؤولية وعواقبها القانونية والسياسية ستعود على الحكومة الأوكرانية كانعاني حمل الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق المباحثات النووية نتائج وقال أن الكرة اليوم في ملعب أمريكا التي تظهر مواقف متناقضة الاتفاق لا يزال على طويلة المحادثات ونفذته مفتوحة من جهة إيران لكن للأسف السياسات غير البناءة للحكومة الأمريكية وعدم أخذها قرارات ثابتة وازدواجيتها في المعايير وتناقضها ومواقفها السلبية كل ذلك لا يتقاطع ورسائلها التي ترسلها عبر الوسطاء ممطلة أمريكا وذرائعها المختلفة هي سبب في تأخير توصل إلى اتفاق كما أن الإجراء غير البناء لواشنطن والترويكا الأوروبية في استصدار قرار معاد لإيران في الوكالة الدولية وفرض سياسات غير حيادية على الوكالة أيضا سبب في تأخير التوصل إلى اتفاق إذا اتخذ الطرف الآخر خطوات بناءة سنتمكن من التوصل إلى اتفاق والكرة اليوم في ملعب أمريكا كان عاني أكد أن بعض الدول ارتكب خطأ حسابيا في التحريض على أعمال العنف في إيران التي شدد على أنها لن تنسى الدور التخريبي الذي أدته هذه الدول عبر سياساتها غير البناءة وعبر تحريضها والتدخل في شؤون إيران الداخلية الحكومات التي راهنت على الأحداث الداخلية في إيران راهنت على الحصان الخاسر والاحتجاجات في إيران أمر داخلي بحت السياسات الخاطئة التي تبعتها هذه الدول بدعم أعمال الشغب في إيران والتحريض هي خطأ حسابي وإيران لن تنسى هذا الدور التخريبي وستأخذه بعين الاعتبار في حساباتها المقبلة بعض مواطني دول الأوروبية لعب دورا هاما في الأحداث الأخيرة في إيران والجهات المختصة اعتقلت بعضهم ولقد أعلمنا سفارات بلادهم بذلك هذا وأعلن المدعي العام في طهران علي القاصي مهر الإفراج عن 83% من المعتقلين الذين احتجزوا بتهمة المشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإيرانية وأكدان الذين ما زالوا داخل السجون كانوا يديرون أعمال عنف وشغب وارتكبوا جرائم ضد الآخرين وأشار إلى أن مسؤولي القضاء أجروا خلال الأشهر الثلاثة الماضية 2239 زيارة للسجون التقوا خلالها المعتقلين كافة للإطلاع على أوضاعهم قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نور الدين الطبوبي قال إن الاتحاد سينظم احتجاجات حاشدة رفضا لميزانية التقشف العام المقبل وحذر من أن المحتجين سيحتلون الشوارع قريبا من أجل الدفاع عن مصلحة الشعب كما شدد على أن الاتحاد ليقبل بالوضع الحالي حيث من المتوقع أن ترفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مع تلويح الحكومة بأن العام المقبل سيكون صعبا وستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26% تقريبا ولا سيما في مجالات الطاقة والغذاء منذ قرارات الخامس والعشرين من جويليا عام 2021 انحسر دور الأحزاب في تونس في ظل التحولات السياسية الانحسار تمظهر خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وما شاهدته من تراجع تأثيرها على الناخب الأمر الذي يفرض عليها إجراء مراجعات عميقة لآليات عملها وطرح برامج قادرة على مواجهة التحديات سميح البغانمي والتفاصيل حالة من الارتباك السياسي تعيشها تونس من جراء انحسار دور الأحزاب السياسية وضعف تأثيرها في المشهد نتيجة القانون الانتخابي وخارطة الطريق التي وضاها الرئيس قيس سعيد والتي وجهت ضربة قوية لهذه الأحزاب يضعف إليها فقدانها المصدقية لدى جزء كبير من الشعب وتحميلها مسؤولية الأزمات التي تعيشها البلاد كلها عوامل أسهمت في الحد من دورها الاستقالات التي وقعت عقب 25 جولي في كثير من قيادات الأحزاب هي مؤشر على أن هذه الأحزاب فقدت بريقها وفقدت تأثيرها الشعبي ولا أدل على ذلك من محاولاتها المستمتة للنزول إلى الشارع بمسيرات مليونية لكنها في كل مرة تجد نفسها في حاجة إلى التعبئة الشعبية صعوبة المرحلة الحالية بكل تعقيداتها تفرض على هذه الأحزاب بحسب مراقبنا ضرورة إعادة هيكلة نفسها والذهاب نحو مراجعات حقيقية واستخلاص الدروس لتكون حاملة مشاريع فعليات تسهم في نغضة البلد عليها أن تلتقل الدروس أن تقوم بمراجعات أن يتم فرز هذه الأحزاب سواء بالإطار التشريعي المناسب أو بتنمية الثقافة الديمقراطية حيث وجدنا أن كثير من الظواهر السلبية رافقت مسيرة الأحزاب في تونس يبدو مستقبل الأحزاب السياسية بعد الانتخابات خامضا بالنسبة إلى الكثيرين لأن المصار الانتخابية وما سجله من عزوف الناخبين أعاد الأمل للمعارضة التي تسعى إلى تحويلها لصالحها من خلال مبادرات قد تعيدها إلى المشهد من جديد تبدو أحزاب تونس أمام فرصة لإثبات وجودها عبر ترحي مبادرات لحلول اقتصادية واجتماعية في خطوة قد تصحح مصارها وتسترجع دورها استجابة لواقع التونسيين الملحى بحسب ما يقول خبراء سميح البغانمي تونس الميادين الأخبار من الميادين مستمرة لكن بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم قتل ستة من عناصر قصد واثنان من داعش من جراء هجوم لمسلحية تنظيم في مدينة الرقة شمال سوريا وقالت مصادر محليا أن الهجوم وقع في حي الانتفاضة الذي يضم مقر لقوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الإرهاب وسجنا يضم نحو 200 عنصر من داعش وأغلقت قصد كل مداخل مدينة الرقة خشية من وجود خلايا مسلحة أخرى تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي استهدف مقر الأمن الداخلي للقوات الكردية الأسائش ونشرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم في حسابها على تيليجرام أن خلية للتنظيم مكونة من مقاتلين مقاتلين تمكنا من اقتحام مركز للأسائش في حي الدرعية بمدينة الرقة بعد قتل حارسه واشتبك مع آخرين داخل المقر وعن أسباب الهجوم قالت الوكالة إنه جاء في سياق الانتقام المتواصل لأسر التنظيم في مخيم الهول استدعت السلطات التركية والسفير الفرنسي لديها على خلفية دعاية مناهضة لتركيا أطلقها ناشطون في حزب العمال الكردستاني وأكد مصدر دبلوماسي أن أنقرة عبرت للسفير عن عدم رضاها عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني بعد حادثة مقتل ثلاثة ناشطين كرد في فرنسا لأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسين يستخدمون كأدوات في هذه الدعاية أكد نائب رئيس وفد صنعاء المفاوض ونائب رئيس حكومة الإنقاذ لشؤون الدفاع والأمن جلال أرويشان أكد للميادين أن زيارة الوفد العماني حملت نقاط إيجابية تتعلق بحلحلة الوضع الاقتصادي وبصرف الرواتب أحمد عبد الرحمن والتفاصيل مغادرة الوفد العماني صنعاء من دون إعلان مسبق ولا نتيجة واضحة لمحادثاته بعد لقاءات وصفها نائب رئيس وفد صنعاء المفاوض بالإيجابية لقاءات الوفد العماني شملت قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهد المشاط ورئيس هيئة الأركان محمد الغماري وخرج منها برسالة واضحة كما قال الرويشان للميادين صنعاء طرحت شروطها بوضوح تتحدث عن وقف الحرب رفع الحصار خروج الأجانب من اليمن وهذا حق مشروع لليمنيين جميعا تسليم المرتبات من عائدات النفط والغاز اليمني بمعنى نحن لا نريد منا من أحد تأكيد صنعاء التمسك بالحقوق الإنسانية الأساسية للشعب اليمني وبشروطها الواضحة والمعلنة وعدم إمكانية الحل السياسي في ظل بقاء البلد تحت الاحتلال والعدوان والحصار أمران شددت عليهم قيادات صنعاء ومسؤولوها خلال اللقاءات السيدة القائدة التقابل الوفد وأحذرهم وقال لهم بأن أي مماطلات من الآن أو بعد أو محاولات لخلق أزمة جديدة اقتصادية على الشعب اليمني ستقلب الطاولة مواقف يمنية عديدة أعقبت مغادرة الوفد العماني من تأكيد رئيس وفد صنعاء ووزير الدفاع قدرة الجيش اليمني واستعداده الكامل لمواجهة المعتدين واستهدافه العمق الجغرافية لدول العدوان ومنشآتها الحيوية والحساسة إلى تجديد مجلس الوزراء حرص صنعاء على صنع السلام مع التمسك بالمطالب المشروعة في صرف المرتبات وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال رسالة واضحة غادر بها الوفد العماني ومن خلالها أعادت صنعاء قذف الكرة إلى ملعب دول العدوان بحسب قيادي في أنصار الله رسالة انطوت على موقف مقرون بتحذير من أي إجراءات اقتصادية ستقلب الطاولة وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر وفق القيادي نفسه أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادي نحو ستين شخصا قضوا في الولايات المتحدة حتى الساعة من جراء ما وصف بعاصفة القرن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بما يسمح بإيصال مساعدات فدرالية إلى الولاية فيما تواصل طواقم الطوارئ تفقد خسائر العاصفة الثلجية التي أودت بحياة سبعة وعشرين شخصا يوم الاثنين في بفلو وتسببت في قطع الكهرباء عن عشرات ألاف المواطنين أعلنت وزارة الداخلية في البيرو توقف ستة أشخاص بينهم ثلاثة من كبار ضباط الشرطة بذريعة تورط مفترض في قضية فساد يتهم بها الرئيس السابق فيدرو كاستير وقالت الوزارة أن التوقف جرى خلال عملية واسعة بالتنسيق مع مكتب النائب العام وأشارت إلى أن القضية تتعلق بتلقي رشالي ترقيات غير سليمة أفواً في جهاز الشرطة كما جرى تفتيش مسكنين لوزير الدفاع السابق والخاضع للتحقيق في القضية أعلن متحدث باسم جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا توصل إلى تفاهم مهم مع وفد رسمي يقوده رئيس البرلمان بعد محادثات مثمرة بين الجانبين في الإقليم وقال المتحدث أن زيارة علامة فارقة في اتفاق السلام لإنهاء الحرب في إطار الاتفاق الموقع العام الماضي وتعد هذه هي زيارة للإقليم الأعلى لوفد فدرالي إثيوبي منذ عامين بحسب الحكومة الإثيوبية شهدت الانتخابات البلدية في سلطنة عمان مشاركة أكثر من 39% من المواطنين وذلك عبر التصويت الإلكتروني عن طريق تطبيق خاص بالانتخاب عبر الهواتف الذكية تطبيق انتخب الذي أطلقته وزارة الداخلية العمانية أسهم في توسيع المشاركة لاختيار 126 شخصا موزعين على 63 ولاية وفي فرز الأصوات إلكترونيا وذلك في خطوة وصفتها وزارة الداخلية بالنقلة النوعية تماشيا مع التطور الرقمي فهي تعتبر التقربة الأولى على نطاق وطني في سلطنة عمان من ناحية استخدام تقنيات حديثة بالتصويت من جمهور الناخبين كانت السلطنة قد طبقت هذا المبدأ أو هذه التقنية في عام 2019 سابقا الآن طبقتها بشكل كامل لجميع الناخبين بدأناها يوم 18 ديسمبر الماضي في خارج السلطنة الناخبين العمانيين المتواجدين خارج السلطنة حقيقة هذه التقربة تشعرنا بالثقة والفخر كونها تقربة رائدة عام مليء بالمتغيرات السياسية شهده لبنان اكتنفه الجمود في المبادرات للتوصل إلى حلول للأزمة العالقة لسيما على مستوى إنهاء الشغور في سدة الرئاسة فما هي أبرز المحطات السياسية في العام 2022؟ عباس صبا طعيف عملي من حياة السياسية والعام أحداث سياسية ضاغطة عرفها لبنان خلال هذا العام فقد افتتح شهره الأول بإعلان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري اعتزاله العمل السياسي ما أعاد مشهد الاستقالة الملتبسة للحريري من السعودية خريفة عام 2017 إلى الأذهان أحدث غياب الحريرية السياسية ارتباكا تمظهر بأوضح صوره خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف أيار مايو وبنتجتها ولدت فوسيس فساءو نيابية لم يعرفها لبنان من قبل مع الوقت تعتاد القواعد الشعبية على هذا الغياب إذا استمر ولم يحصل شيء مناقض الخارطة البرلمانية الجديدة انعكست تعذرا في تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما أدخل البلاد في جدل دستوري بشأن انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف العمل انتخاب البرلماني الجديد من دون نجاح أي طرف في الاستحواد على الأكثرية زاد المشهد تعقيدا وتجلى ذلك في عشر جلسات عقدها ما بين أواخر أيلو سبتمبر ومنتصف كانون الأول ديسمبر أخفقت جميعها في انتخاب خلف للرئيس ميشيل عون بغياب التوافق إذا ما صار فيه توافق وإذا ما كنا 122 صات لا رح مننقض لا المجلس النيابي ولا لبنان الاستعصاء الداخلي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون وإغلاق أبواب القصر الجمهوري فتح الأبواب أمام احتمالات التدخل الخارجي ولا سيما أن جهات في لبنان طالبت بتدويل الأزمة وأطل التدخل الخارجي بجولات ولقاءات لسفراء قبل الانتخابات البرلمانية وبعدها لكن عام 2022 كان له موعد مع استعادة لبنان حقوقه في ثروته النفطية في بلوكاته البحرية الجنوبية ذلك كله كان نتيجة ثبات الموقف الرسمي الموحد المتكئ لقوة المقاومة فيما يأمل لبنانيون أن يحمل العام الجديد في راجات سياسية تنعكس إجابا على الأوضاع كفه في ظل انقساب سياسي وشغور في سدة رئاسة ينتهي العام في لبنان فيما تلوح بوادر حراك خارجي يخشى بعض الأطراف أن يكون أقرب إلى الإملاءات عباس صباق بيروت الميادين على منصة مسرح نصب الشهيد في بغداد عمل فني بعنوان ثلاثة واحد استعرض بعض الأحداث العراقية وصولا إلى اغتيال القائدين الشهيدين أبو مهد المهندس وقاسم سليماني محمد الفهد والتفاصيل المسرح هو الميدان الفني الذي اختير الاستذكار القادة الشهداء في بغداد ثلاثة واحد مسرحية استلهم عنوانها من تاريخ اغتيال الشهيدين القائدين أبو مهد المهندس وقاسم سليماني استعرضت فيها أبرز الأحداث التي هزت المجتمع وأحدثت انقسامات كبيرة وصولا إلى الاغتيال المسرحية جسدت أناس دافعون عن الوطن أي بمعنى دافعت عن وطن الجميع وطن الحاضرين كرامة الحاضرين قيم الحاضرين عادات التقاليد الحاضرين الإسلامية والدينية والعضارية هذا أقل شيء قدم الشهداءنا اللي ضحوا بأغلى ما عدهم الحمد لله ربنا وفقنا في تدسيد أرواحهم الطاهرة قدمنا هذا العرض وإن شاء الله مستمرين في تقديم عروض متتالية الجمهور تفاعل بشكل كبير مع فصول العرض المسرحية هذا التفاعل فرضته تراجيديا العمل وقربه من الواقع فما كان للجمهور سوى أن يصغي ويلتصق ذهنيا مع كل جزئياته الشهداء لهم حصة كبيرة فمن أجلهم اجتمعنا لأوم ومن أجلهم سنجتمع غدا ونقول رحمة الله عليهم أنهم لم يموتوا بل أحياء عند ربهم يرزقون ونحن ما نحن إلا استذكار لدماؤهم الطاهرة وتضحياتهم النبيلة من أجل العراق هم الحقيقة هم أصحاب المواقف يجب أن لا ننكرهم يجب أن نستذكرهم يجب أن نخلدهم بالتأريخ ختامها حزن هكذا كانت رسالة هذا العمل الفني شموع طاف بها الممثلون مدرجات المسرح وصيحات توهجت فيها مشاعر الحاضرين هذا العرض المسرحي هو لتدسيد ثنائية الشهادة والحياة في مسيرة أبطال هذه المسرحية التي تفاعل الجمهور مع معالجاتها الفنية في استعراض جريمة المطار محمد الفهد بغداد الميادين توقع خبراء الاقتصاد في مصر أن تسهم قرارات البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في خفض معدلات التضخم واستقرار الأسواق خالد أبو عرب والتفاصيل بعد قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير برفع سعر الفائدة بنحو 3% إلى جانب رفع سعري الفائدة على عائدي الإداع والإقراض توقع خبراء الاقتصاد بأن تسهم هذه القرارات في امتصاص الضغوط التضخمية بعدما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال الفترة الأخيرة إلى 21.5% أنا إما بجي أعزز الجنيه بتاعي من خلال استخدام أداة الفائدة وبالتالي هنا أنا بوجه جزء بير من الاستثمارات نحو الجنيه المصري وبوجه رسالة للي بيعملوا مدربات على الدولار لا هو سعر أو أداء العملة المحلية أنا بعززه برفع الفائدة وبالرغم من أن زيادة سعر الفائدة قد تزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فإنه سيدفع المواطنين إلى إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية ما يقلل من الطلب على السلع في الأسواق وبالتالي يزيد العرض وتنخفض قيمة الأسعار ما يؤدي بحسب خبراء إلى خفض معدلات التضخم أنا هنا بخلي العميل أو الشركة اللي بتنتج أو بتتعامل من خلال تمولات البنوك أن هي تبقى حذرة شوية في موضوع التعامل معها من خلال رفع الفائدة وبالتالي حجم التمولات هيقل شوية وبالتالي أنا هنا بقلل حجم المعروض عشان الأزمة الموجودة هي أزمة في الطلب وبالتالي أنا بقلل الطلب من الجانب الآخر وهنا هيقودني أن أنا أبتدي أقدر أقلل معدلات التضخم وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن وخفض معدلات التضخم وهو ما تعمل الحكومة المصرية عليه في المرحلة الراهنة في ظل توقعات الخبراء بخفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار في المرحلة المقبلة قرارات اقتصادية تهدف بحسب خبراء إلى كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي عانى منه المواطنون إلى جانب مجابهة السوق السوداء المضاربة على الدولار إجراءات تهدف بحسب الحكومة المصرية إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي خلد بارب القاهرة الميادين تشهد السينما تحديات متواصلة من أهمها الحروب والأوبئة والأزمات الاقتصادية وأخيرا نافست المنصات الرقمية وشاشات التلفزة والأجهزة الذكية دور العرض التقليدية لتحرمها شريحة كبيرة من عشاق السينما تحولات أثرت بقوة على عائدات منتجية الفن السابع بمستويات متفاوتة من بلد إلى آخر حسن عبد الله والتفاصيل العام الذي يشارف نهايته يشهد تراجعا في إرادات العروض السينمائية بما يقلق المنتجين ولا سيما أن عائدات الأفلام المحققة والبليغة سبعة مليارات دولار هي أقل من تلك التي سجلت قبل جائحة كورونا انخفاض بنسبة 33% عنه في عام 2019 لم تؤثر فيه أفلام مشوقة وبإنتاجات ضخمة وبقي القطاع في حال تراجع بحسب صحيفة ديلي ميل بريطانية لا شك في أن عوامل كثيرة ومؤثرة ترخي بثقلها على الفن السابع منذ الانفجار الرقمي الذي أسر سلوك محبي السينما ودفعهم إلى متابعة الأفلام عبر شاشات الكمبيوتر والتلفزيون تحول متسارع عززه نمو منصة بث المحتوى السينمائي وأهمها نتفليكس أمن الوصول إلى الانتاج السينمائي بسهولة وتكلفة مادية مناسبة إضافة إلى وسائل المشاهدة البديلة كقرصنة الأفلام التي سهلت الوصول الحر والمريح إلى الانتاج السينمائي تراجع الحضور في دور العرض السينمائي تعزز خلال حجز المواطنين في منازلهم بسبب كورونا وبينما خرمت الأفلام منذ ذلك الحين ملايين الدولارات سجلت فورة هائلة للأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية مثلاً التي تضمن الاطلاع على المحتوى السينمائي السلوك الجديد الذي عززته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية شمل معظم المجتمعات إلا أنه لم يكن عميقاً في المجتمعات الغربية كما هي الحال في المجتمعات الشرقية بسبب التفاوت في القدرة الشرائية لدى الطرفين ظاهرة إقفال صالات عرض الأفلام في المجتمعات الأسيوية العربية تحديداً والأفريقية نتجت عن تدهور القوة الشرائية وتخلي المواطن عن رفاهية السينما فيما خفض القطاع في الغرب على حيوية حالت دون حصول تدهور كبير مع أن أزمة التضخم الحالية في أوروبا مثلاً دفعت المواطنين إلى تفضيل الإنفاق على احتياجاتهم المعيشية النشرة انتهت نذكر بعناوينها كييف تريد عقد قمة سلام المشروطة في الأمم المتحدة جوتاريش يرحب وموسكو تؤكد رفضها التفاوض بناء على شروط الآخرين مع تصاعد التوتر مع كوسفو الرئيس الصرفي يأمر برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع الوحدات الخاصة إلى أعلى مستوى عرين الأسود تستهدف معسكراً لاحتلال وحاجزه في بلدة حوارة والفلسطينيون يغلقون طريق حاجز قلنديا قبيل مسيرة الخلود اليوم تضامناً مع عائلة الشهيد أبو حميد مع تلويح الحكومة بوضع صعب العام المقبل الطبوب يحذر من احتلال المحتجين شوارع تونس رفضاً لميزانية التقشر الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية للمزيد دوماً من الأخبار والتفاصيل عليها شكراً وفي أمان الله